وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة من العبادات العظيمة القلبية التي أمرنا الله عز وجل بها هي الخشوع أن يخشع الإنسان في عباداته لله سبحانه وتعالى التدلل والخشوع والانكسار والافتقار بين يدي الله عز وجل هذا مطلوب في العبادات كلها وخاصة في الصلاة قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طبعا محل الخشوع إخوة الإسلام هو القلب إذا خشع القلب خشعت الجوارح لأن القلب هو ملك الجوارح فلذلك لا بد إنسانا يهتم بخشوع قلبه ويحذر قلبه في العبادات حتى يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى وحتى يعظم أجر عند الله عز وجل يعني عبادة بخشوع ليست كعبادة بدون خشوع الذي يظهر التذلل والتمسكن والافتقار بين يدي الله عز وجل ليس كمن يكون غافر الله بل حتى في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبر دعاء من قلب غافر الله فلذلك نحن نحتاج في هذا الزمن إخوة الإسلام أن نراجع أنفسنا في قضية الخشوع في خشوعنا سواء في الصلاة أو قراءة القرآن هل تدمع عيوننا عندما نقرأ القرآن؟ هل نبكي؟ هل نتأثر؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة كان يتأثرون من سماعهم القرآن وقراءتهم للقرآن عندما نذكر الله عز وجل هل تطمئن قلوبنا؟ عندما نؤدي حتى الحج والعمرة تجد بعض الناس ما عنده خشوع وسكينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج السكينة السكينة وهذا نوع من خشوع لله سبحانه وتعالى فنهتم إخوة الإسلام إذا أراد الإنسان يرزق الخشوع طبعا في أسباب كثيرة لكن من أعظم الأسباب أن ينقي هذا القلب من الذنوب والمعاصي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني من الذنوب والمعاصي يطهر القلب من الذنوب والمعاصي وخاصة الحقد والحسد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقبل على الله عز وجل بقلب خاشع ولذلك يعني تجد أن الناس التائبين هم أكثر الناس خشوعا وتأثرا بكاء يبكون من خشية الله لماذا؟ لأنهم قد تطهروا من هذه الذنوب والمعاصي يجلسوا إلى التوابين كما قال عمر رضي الله عنه يجلسوا إلى التوابين فإنهم أرقوا الناس أفئدة فالله الله أيها الإخوة أكل الحلال كذلك الإنسان يحرص على أكل الحلال يحرص على الدعاء يدعو الله أن يرزقوا هذا الخشوع لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء وهي نعمة من الله يهابها لمن يريد سبحانه وتعالى فتسأل الله الخشوع كذلك من أسباب الخشوع أن الإنسان يقرأ في سيرة السلف الصالح يقرأ عن الصحابة عن التابعين كيف كان خشوعهم كيف كان خضوعهم كيف كانوا يدون هذه العبادات يا إخواني كما ذكرت لكم والله نحن بحاجة لهذه العبادة التي افتقدناها في هذا الزمن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في عباداته ويسأل عز وجل القبول والتوفيق والإخلاص إنه على كل شيء قدير والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ترجمة نانسي قنقر